أربعة أشهر منذ بدء الأزمة في السودان والحلول ما تزال عصية بشأن التوصل إلى اتفاق يوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهنا في أديس أبابا ومع فشل محاولات التوصل إلى حل تجتمع قوى مدنية تمثل أطيافا مختلفة لتوحيد رؤيتها للحل السياسي وتجنيب السودانيين تداعيات ما يجريه هذه الغوة هو الاتفاق الاطاري أنا أعتقد أنها الغوة الأكثر فاعلية في المسرح السياسي السوداني وهي التي كادت أن توصل السودانيين إلى اتفاق شامل يمنع عيام الحرب ولكن تدخلت الأطراف السالسة وهي مجموعة معروفة طبعا جماعة الأخوان المسلمين هي التي ابتدرت الحرب في السودان حتى تقطع الطريق أمام الحل تجمع السودانيين جميعا خلف خطاب مدني لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في وقف الحرب سوف يؤدي إلى محاصرة هذه الحرب ومع استمرار الأزمة وتباعد وجهات النظر بين جميع الأطراف سواء السياسية أو العسكرية يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد وهو ما يجعل هذا الاجتماع مهما لوضع رؤية لمجابهة التحديات في عدد من الولايات الأساس الاجتماع بيثانا مركزين على الورق الإنسانية في الأول والورقة السياسية نحن ندعو كل القوى في قوى صورية ثانية مؤمنة بإيقاف الحرب يعني نحن ما وقفنا غير محايد نحن مع إيقاف الحرب مع إيقاف التدهور ووضع الإنساني للسودانين الذين تم تشريدهم من السودان يعني جزء مننا ملاجهين في مصر جزء مننا في أسوبية وفي الجنوب وأنا شايف أنه استمرار الحرب الخاسر الوحيد فيها الشعب السوداني وليس إلا إيقاف الاشتباكات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين أبرز القضايا التي يناقشها اجتماع أديس أبابا لقوى سياسية مختلفة التوجهات القوى السياسية السودانية تجتمع في أديس أبابا بحثا عن حل لأزمة بلادها في ظل استمرار الاشتباكات ليست المحاولة الأولى وقد لا تكون الأخيرة بهدف التوصل إلى حل سلمي يضع حدا للأزمة التي تفاقمت خاصة على الصعيد الإنساني جابر منصوريس كينيوز عربية أديس أبابا